اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة واشتغلت واشتغلت ووفقنا بالشغل كنا بتمكنين والحمد لله يعني عملنا وقسمنا بالسوق وصار عنا لحركة والحمد لله بشتغل سكرتيرا في اتحاد العام الأشخاص الضوية والإعاقة دارس دبلوم محاسبة وإدارة أعمال وبرمجة حاسوب صدر لي كتابي الأول عن دار ابن النفيس في المملكة الأردنية الهاشمية حكايات مباثرة في سنة 2020 وكتابي الثاني كان حفل توقيع 13-8-2022 أجنحة القدر مشروع هون مشروع زراعي بدأت وبعد التخرج حابة أنتج وتفريق طبعاً تفريق طاقة اشغال وقت الفراغ باشي نافع وطبعاً بدخول مادي إنه بدأت أنتج نباتات زينة ونباتات طبعاً منزلية مثل نعناع ريحان أشياء بيستهليمها الناس بحبوها يعني إحنا في الاتحاد العام للأشخاص ذرا العاقة كل بيعرفينه مؤسسة حقوقية نقابية بدفع عن حقوق الأشخاص ذرا العاقة من بداية ما يسجل أي عضو من أعضاء الاتحاد في الاتحاد منتابع أموره الشخصية يعني إذا كانه طالب في المدرسة منتابع أمور كونه في المدرسة منقدمه خصومات إذا خلص مدرسة وبدأت وجهه للجامعة ممكن نعقد لقاءات توعية نحكي له عن حقه في التعليم الجامعي نوجهه في الاتجاه الصحيح عشان يأخذ مهنة أو يكمل أكاديمياً بما يتناسب مع احتياجاته ورقبطه ومع الظروف الجسدية ترجمة نانسي قنقر